السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? احنا النهاردة عنده ممصطفى في سوء الثلاث. عندها صواني. الصواني كانت بخمسمية خمسة وعشرين. والحاجات آآ جريل والشيالات. والطعم التوابل. آآ وطعم الكاسات وطعم فناجين. بصراحة كان عندها حاجات قوتهم بمية وعشرة. آآ بصراحة يعني كان عندها تشكيلة حلوة. ودي طعم الكاساتة هيت والصواني زي ما انتم شايفين. كلها خمات حلوة. والمجات والحاجات ديت. ودي المجة هوات زي ما انتم شايفين ادي الاشكال بتاعتها. المجة كان بعشرين جنيه كان عندها الابيض والاسود. وطعم الفجن ده كان في عاجات بخمسة وتسعين. ده فرز اول بخمسة وتلاتين جنيه. شايفين شكله. والخمة بتاعها بتوحفة. وعندها صيني واركوبال وعندها ببرسلين. آآ كل طبق او سعره مكتوب عليه في حاجات بخمسة وتلاتين وخمسة وعشرين. والخمة بتاعتهم حلوة. آآ خمسة وتلاتين خمسة وتلاتين وخمسة وعشرين. والالوان بتاعتهم حلوة. وفي حاجات بتخش الميكرويف وحاجات ما بتخشش الميكرويف. وبصراحة عنده مو مصطفى. يعني هي بتقول لك اللي بيخش ولا ما بيخشش. يعني هي بتتذكر المعلومة الصح يعني. آآ وفي حاجات بها اطباق ديت. آآ في حاجات بخمستاشر حاجات بسبعتاشر ونص حاجات بخمسة وعشرين او في عندها حاجات فرز اول وحاجات فرز تاني يعني في حاجات بتبقى فيها دفعات كده بتبقى مثلا باثناشر ونص وكده اه يعني كل حاجة ولها سعرها وعندها الطبقة ده كان بخمسة وتلاتين جنيه وده كان بخمسة وتلاتين اه طبقة الفكة ده كان بخمسة وخمسين وكان في حاجات بخمسين عندها اشكال كتير بقى زي ما انتم شايفين كده اه كان الطبقة ابيض ده كان الطبق بستة جنيه. آآ كان عندها تشكيلة حلوة. عندها حاجات بقى تانية كتير يعني هنتفرج مع بعض كده. ما انتم شافين كده هنتفرج. اهوت آآ كان في حاجات بسبعتاشر ونص. يعني اللي زي ده كان بسبعتاشر ونص. آآ واللي جنبه ده كان بخمسة وعشرين. آآ في حاجات بقى بتبقى دفاهات يعني بتقول دفاهات بسيطة. يعني حاجات خدش بسيطة بتبقىها باتنشر ونص. آآ يعني كل حاجة ولها سعرها. ودي برضا قايات شايفين اشكالها عاملة زي الصين بتاعها جميل. آآ شايفين الاسود والاخضر البناتها كلها تحفى بصراحة. وعندها حاجات تانية كتير بقى. ده كان بخمسة وعشرين جنيه. آآ زي ما انتم شايفين ده ده بخمسة وعشرين جنيه. هو مضطرب بس. لكن هو سليم ما فيهوش اي حاجة خالص. آآ التصاد دي كان بخمسين جنيه. يعني بصراحة كان عندها اشكال كتير بقى. آآ يعني احو هنتفرج مع بعض كده وان شاء الله نحط رقم تليفونها في صندوق الوصف اللي حابة توصل معاها. هي المحل بتاعها مفتوح على طول. مش شرط سوء التلات. مجات الشربة دي كان بتلاتين جنيه. المجات شكلها حلوة كده مرسومة عليها. علب التلاجة اللي هي العلب ديت كانت بخمسة وستين. يعني حسب المعيز. آآ كل حاجة ولها سعرها. اللي جم دي خمسة وستين. دي خمسة وخمسين خمسة وخمسين. اشكالها كلها حلوة. يعني بصراحة والخمة بتاعتها احلى. او احنا هنتفرج مع بعض كده جوة. عندها حلال بقى تفالو. عندها حاجات آآ يعني عندها حاجات تشكيلة حلوة جوة. يعني زي ما انتم شايفين كده. آآ عندها كل مستلزمات العروسة زي ما بقولوا. كويسة. آآ آآ اهيت زي ما انتم شايفين كده نتفرج مع بعض. ادي الطباقة اهيت. دي بقى اهيت احنا هتفرج مع بعض. ده هو هو زي اللي احنا اتفرجنا عليه يعني بس بيبقى فيه شكل تاني بقى. وجوة المحل بقى بيبقى فيه حاجات تانية بقى عندها عندها جرانيت عندها آآ عندها بقى كل مستلزمات العروسة جوة تخش المحلة عندها بتلاقي تشكيلة حلوة. والاسعار بتاعتها كويسة. يعني شايفين الحاجات اهيت. آآ شايفين زي ما انتم شايفين كده عندها كل حاجة عندها بردات عندها شيلات. آآ كل حاجة يعني كل مستلزمات العروسة لها عندها. هذه الاشكال بتاعتهم اهيت. والحاجات هي سعرها. يعني هي سعرها كلها مكانكة القهوة والبردات الاستلس. والحاجات الطباق وطعم عشا. زي ما انتم شايفين كده. في حاجات آآ فرزة اول وحاجات فرزة تانية فادفة. كل حاجة لها سعرها. زي ما انتم شايفين كده. فيه القطوم بقى في قطوم على بعضها كده. يعني بتشكيلة حلوة عندها زي ما انتم شايفين. عندها كل حاجة بقى الشيلات عندها القطوم التوابل عندها آآ كل حاجة. يعني كل مستلزمات العروسة موجودة عندها. يعني كلها اسعارها كويسة. آآ زي ما تشايفين قد الطعم للتوابل هو طل الصيني. ودي طعم طوابل تاني. يعني كان عندها كزا شكلي يعني. الاشكال عندها كتير. الطعم ده كان بمئتين وخمسين جنيه. وكان فيه تشكيلات تانية بقى كتير. عندها طعم آآ التوابل الصيني. آآ وبصراحة عندها تشكيلة حلوة هي. زي ما انتم شايفين كده احنا اتفرجنا على كل الحاجات اللي عندها. واسعارها كويسة. وان شاء الله كل اسبوع آآ هنصور عندها كل اي حاجة جديدة هنتصورها هتتنزلها انا هصورها وانزلها لكم. واللي حب يتوصل معاها انا هكتب عنوانها العنوان بتاعها ورقم التليفون. اللي تحب يتوصل معاها عن آآ يعني عندها حاجات حلوة كتير. آآ وان شاء الله كل اسبوع يلا هننزل الجديد عندها. اي حاجات نزلها هصورها عندها واعرضها لكم على طون. آآ يعني عندها حاجات يعني كتير. الاتباط دي كانت فيها حاجات بعشرة وحاجات بخمستاشر. في حاجات بخمستاشر وحاجات بعشرة. زي ما انتم شايفين كده هاتبق برسلين كلها. آآ وعند والخمة بتاعتهم حلوة يعني. في حاجات زي ما احنا قولنا كده في حاجات فرزة اول وحاجات فرزة تاني. الحاجات دي بتبدأ من معاكم من تسعمية وانت طلع. الحلال دي بقى انوحة. عندها حاجات بتبدأ من تسعمية وانت طلعها. يعني فيه بتسعمية وفيه بألف ومتين كده يعني. آآ بصراحة عندها تشكيلة حلوة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونوش باللايك. آآ وان شاء الله هنصور عندها تاني. كل جديد هتعملو. هننزلو. آآ وهحط رقم تليفونها والعنوان في صندوق الواصل اللي حب يتواصل معاها. آآ وهنزلت نتفرج تاني بقى الحاجات اللي برا هي بردك تاني. آآ بصراحة عليا بالتلاجة خميتها حلو. يعني والقطوم دي كمان كان في حاجات بمية وعشرة. آآ في حاجات مية وعشرة. آآ وحاجات بتلتمية خمسة وسبعين. الصواني كان بخمسمية وخمسة وعشرين. آآ المجات كان بعشرين. الاطباق بقى في حاجات بخمسة وتلاتين. آآ الاطباق كل طبع عليه سعره. وبتقولك ده بيخش الميكرويف وده ما بيخشش. وما بتنزل جديد ان شاء الله هنزل لكم. آآ ودي الاشكال عندها هي. بصراحة كان عندها تشكيلها حلوة قوي. آآ وتقطهم بالطباق بتاع الفاكهة بقى فيه الكبير وفي الوسط. آآ يعني زي ما انتم شايفين كده الاطباق البيضة دي كانت طباق بستة جنيه. يعني الحاجة الاسعارها كويسة وبتهود معاك في السعر كمان لو بتاخذي مسلا كمية كبيرة. آآ وان شاء الله كل جديد عندها هنصوروا. آآ بصراحة يعني الاشكال كلها عندها حلو. زي ما انتم شايفين كده قدامكم الاشكال كلها عندها آآ شافشة وعندها كل حاجة. عندها اطباق وعندها اقطهم على بعضيها. آآ عاوزة تاخذي بالطباق ما فيش مشكلة. يعني براحتك زي ما انت عاوزة. آآ العلب دي كانت العلبة بخمستاشر جنيه. الواحدة طبع على بعضه كده. خمستاشر. آآ كان عندها آآ طعم الفناجين. آآ عندها الحاجات دي كانت بخمسة وتلاتين. آآ عندها المجات ديت. المجات شكلها بصراحة شكلها حلوة كده. وكان الواحد بعشرين جنيه. الشيالات في حاجات بتلتمية خمسة وسبعين. آآ زي ما انتم شايفين كده الشيالات اللي قدامكم ديت. والقطوم الفناجين ديت. آآ في حاجات بكت بمية خمسة وتسعين. الحاجات دي الشيالات بقى في حاجات بميتين. وفي حاجات بتلتمية خمسة وسبعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبكم الفيديو شير ورايكم. لو اول مرة تشوفي قناة.